عمرو عديب يوجه رسالة للمحمد رمضان ويقول له اللي فاكرينه موسى طلع في راوان ومحمد رمضان يرد عليه ويقول له بس يا بابا انا محمد ابراهيم وديك قناتي اللي اول مرة تشوفه في القناة اتمنى انك تشرك فيها دلوقتي حالا ودفع على زر التنبيهات علشان يوصل بكل جديد هاجم عمرو عديب محمد رمضان ويوجه له انتقادا لازعا بساف فيديو رمي الفلوس الذي اثار غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا الى ان محمد رمضان اصبح عدو نفسه وقال عمرو عديب في برنامج الحكاية اللي بقدمه على قناة MBC مصر ان محمد رمضان حاول ان يوصل رسالة ان الاموال لا تعنيه وذلك بعد ان خسر قضيته مع الطيار اشرف بليوس وغرمه 6 مليون جنيه واضاف عمرو عديب في برنامجه الحكاية وهو بيقول لرمضان يا محمد اللي كنا فاكرين موسى تلعى الفراغون في اشارة الى مسلسله الجديد موسى المنتظر عرضه خلال ايام في موسم رمضان 2021 وصف عمرو عديب تصرف محمد رمضان بعد الحكم بالمستفز للشعب المصري لعفتا الى ان مع هكذا يتم التعامل مع قضية خاسرة في المحاكم وقال عديب عن رمضان انه اصبح عدو نفسه لعفتا الى انه لا يعرف ماذا يدور براس هذا الممثل وانه يخسر جزء كبير من محبيه لسبب هذه التصرفات لكن محمد رمضان رد بطريقة غير مباشرة وباسلوبه خاص وبشكل غير مباشر على الهجوم والانتقادات التي شنها الاعلامي عمرو عديب عليك فنشر محمد رمضان مقطع فيديو من مسلسله الاستورة وهو ببعد احد الاشخاص عنه في المشهد ويقول له بس يا بابا شكرا لكم متابعين قناة تريند اتمنى ان الفيديو يكون عجبك واتمنى ان تشاركوا في القناة دلوقتي حالا واتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد اشتركوا في القناة